قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انه تفقد ثلاثة مصانع كبيرة بمدينتي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وخلال جولته اكد مدبولي ان دولة المصرية شغلها الشاغل هو صناعته والزراعة تفقدنا ثلاث مصانع كبار الثلاث مصانع دول الشيء اللي يدعو للسعادة والفخر انهم طبعا مش فقط انهم بينتجوا للسوق المحلي وده هدف مهم جدا ولكن ايضا جزء كبير جدا من انتاجهم بيبقى الغرض التصدير وده في دوقت التوجه الكبير جدا اللي الحكومة حريص عليه ولسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اكدوا ان الدولة المصرية في الفترة دي شغلها الشاغل واولوياتها الاولى قطاعات الانتاجية زي الصناعة والزراعة